بسم الله الرحمن الرحيم اليوم درسنا يا سابع عنا في مادتنا الثقافة المالية درسنا اليوم بيحكي عنا عن تعلم الادخار لما احنا بنحكي عنا عن تعلم الادخار معناتو انا اول اشي بيخطر في بالي هي عملية التحويش او عملية تخزين الاموال لو طلعنا عنا على الاشكال الموجودة امامنا هون زي ما احنا شايفين شو بيلفت انتباهنا اول شي عنا هون طفل او رجل عمالو بيعمل تخزين في الحواشة تنين اللي هو هاي الشكل اللي انتو شايفينها عنا هون عملية بيت بيجمع جنبيه المال تلاتة اللي هي بتكون عنا المال ربطينه عنا بالوقت معناته احنا عملية الادخار بطلطبط عنا بالمال ممكن بالوقت ممكن بالمنازل ممكن عنا بالاطفال الصغار ومن هنا دايما احنا بنحكي يا سابع انو اهلينا دايما بتعودنا على عملية التوفير مش معناته انا بحلمك عملية التوفير معناته انا بدي عمل عليك عملية تقشف او حرمان لا بالعكس انا بحلمك اصول ومبادئ الحياة عشان انت تعرف تتأقلم مع حياتك لقدام شوي تقدر من خلال مصروفك تأقلم امور حياتك الكاملة شو اهمية الادخار في حياتنا او شو هو الادخار بيجي بنيجي من هنا بنطلع شو مصادر الادخار بنسبق لنا طلع معي يا سابع هلا بنوحد انو عملية الادخار تكمن عنا في توفير بعض المال لتلبية رغبات او حاجات مستقبلية معناته وانا من خلال الادخار بدي اعمل عملية توفير لبعض الامور اللي انا بحتاجها في حياتي اشي مش متوفر عندي بالكثرة او اشي انا بدي اجيبه بهدف معين احطه من وان انا بحصل على اموال ممكن مصروفي من ابوي وامي ممكن من خلال هدية او من خلال عدية ببلش انا احوش فيهن مرة على مرة ممكن ادخرهن ممكن اتبرع فيهن بتكون عندي الي اسبابي في عملية الادخار الادخار ما بيجي بشكل عفوي او اني انا متجعبة لأعمل فيه ولا اشي بس اعملت عبارة عن ما امسك الفلوس المعاي واضبهن واخزنهن بشكل مؤقت اذ نيجي منتطلع من هون شو اهمية الادخار في حياتنا لو احنا صفرنا فيها تختلف عنا اهمية الادخار يا سابع لها اختلاف الفئات العمرية معناته بس لازم تكون في عنا اهداف موحدة اول هدف يكون عندنا تأمين المستقبل هذا بالنسبة للطالب الجامعي بالنسبة للشخص الكبير اللي هو الواعي المستقل في حياته بالنسبة برضو اليك انت كطالب في الصف السابع برضو تأمين المستقبل بحيث اني انا حابب اشتري دراجة حابب اشتري كتاب حابب اشتري شغلات كتير في حياتي ممكن اأمن من خلالها المستقبل اخزن فيها مجموعة من الاموال تحقيق الاهداف المنشودة في الحياة انا يكون دايما عندي في عملية الادخار لازم احط هدف اعمل ترتيب الاولوياتي في الحياة ما بنفعل اعيش هيك بدون اي اهداف في هاي الحياة لازم احط هدف سي لما انا بكون حاطط الهدف الاول في الحياة اني اطلع الاول على صفي معناته هذا الهدف في عملية ان التعليم وانا بهمني بعمية الادخار ان احط هدف منشود منها ممكن ان الهدف يكون المنشود فيها اني انا اتبرع في الحصار كامل للفقراء والمساكين هاد هدف بغض النظر شو كان الهدف بس انا حطيت هدف اني انا اقدر احققه واوصله عنا ثلاثة تلبية الرغبات والحاجات انا جعبالي اشري اشري اشي اهلي قدرتهم المادية كويسة وممتازة بس لازم يحفزوني اني اشري هاي الشغلة واحافظ عليها لانها من اموالي عملها عملتي الدخاء واحنا تحدثنا قبل هيك قلتلك اياها يا سابع ان الشغلة لما بتجيك من حدا ممكن انت ما تحافظ عليها بشكل كبير على عكس الاشي اللي انت بتشتريه من فلوسك وضربنا اكتر مثال عليها هي التليفون لما انا بتجيب التليفون من فلوسي او من فلوس اهلي بنيجي هون بعديها يا سابع بنحكي عن اسباب الادخار لما بحكي عن اسباب الادخار بنصفهم كلياتنا هيك شوي مع بعض بنحكي ليش انا بدي ادخر طب انا مش ناقص عندي اشي انا عشان اجيب او ادخر في الفلوس الموجودة عندنا طيب وانا لازم عشان ادخر وم في سبب حتى لو كان هذا السبب بسيط او صغير او انا مش حاس واشي مهم كتير في حياتي ممكن اول سبب يكون استخدام شخصي اللي انا ممكن ادخر واساعد في حدا من الاصدقاء يكون حاس انو وضعهم مش صحيح او ملتزمين ماديا بساعده بساعد احد افراد الاسرة زي لما احنا بنعمل عملية ادخار اقرب مثالا لها بين بعضكم لما بتعملوا الجمعية بتلموهم بين بعضكم حيث انو كل واحد فيكم ممكن يكون له 15 دينار اسبوعي شهري حسب الاتفاق ببناتكم وبيجيب الاشي اللي نفسه فيه في كتير ناس من عملية الادخار بتجيب اواعي العيد يا سابع بتوفرها وبتشري فيها عندنا بلاي ستيشن اواعي العيد الاشي اللي هم بيرغبوا فيه وحاسين انو اهلهم ما عندهم القدرة المادية انهم يوفروا الادخار ما لا يفتقر بس على الناس الفقراء او الوضع المادي وسط لا الغني لازم يتعلم عملية الادخار عشان يعرف كيف يحافظ برضو على امواله فيه عندنا طوارئ غير متوقع مرض مفاجئ اهدية لصديق نحكي عن مرض المفاجئ لقدر الله واحد انكسرت اجره صاحبي صديقي اجت انكسرت اجره انا حاب اروح ازوره من عملية الادخار بقدر اروح اشتيله اهدية او ادينه اياها الفرص المستقبلية هذه بتهمكم انتو كتير بالنسبة للولاد او بالنسبة للمنات الالتحاق بنادي لتدريب اما كرة القدم او السباحة او اي اشي بيخطر عبالي انا حابب اعمله ليه لانه هذه كلية الامور بتساعدني وبتحقق لي اهدافي اللي انا بدي اعملها عشان هيك احنا بنيجي منحدد انه انت بتعمل عملية الادخار لازم تكون سعيد يا سابع عشان انت تحس انه عندك ثقة بنفسك الادخار بيعمل تعزيز ثقة بالنفس من هاي المجالات بس لكن بتترتب اهمية الادخار حسب ترتيب امورنا او اولوياتنا في الحياة دائما احنا بنيجي منحكي فيه الاهم فيه المهم متوسط الاهمية الى حد ما نوصل لعديم الاهمية اللي بيكون اساسا ما له اي مجال في امور حياتنا بنيجي منحكي فيه عندنا ملاحظة الملاحظة نتطلع عليها هيك ونركز عليها شوية سابع الادخار لا يقتصر فقط على المال بل يمتد الى المواد الطبيعية او عفوا موارد طبيعية وغيرها معناته انا ما بادخل ما بادخل بس بالمصاري والفلوس والمال الموجود بين ايدي لازم ادخل في كتير امور في حياتنا زي لما ادخل في الكهرباء اطف في المصابيح المشتعلة الماء سكر الحنفيات الفاتحة الطاقة بطفي المصابيح او استخدم عندنا الطاقة الشمسية الوقود التوفير فيه معناته انا في هاي الحالة وصلت انه الادخار حالة مهمة في حياة الانسان ويجب على كل انسان ان يتبع خطوات الادخار فيها من هون منيجي يا سابع منربط معاكو الدرس التاني له صعوبات الادخار انا ربطتني بصراحة ربنا ببعض لان هنا كتير الامور داخلة في بعضها ما بزبط احكي الادخار لحاله منيجي نناقش عنها صعوبات الادخار في درس جديد ليه؟ لانه عبارة عن نقاط مرتبطة عنا مع بعضها البعض لما منيجي نحكي صعوبات الادخار شو الاشياء اللي ممكن يتواجهني تخليني يصير في عندي صعوبة في الادخار بلشنا احنا لما حكينا الادخار هو عبارة عن توفير المال أو توفير بعض المال لسد الحاجات والرغبات وتأمين المستقبل ابنيجي منتطلع هنا المشكلات اللي ممكن تواتيني أو ما تركب معاي الاعتقال بأن الادخار يكمن في التقشف والحرمان النفسي كتير احنا مننا بفكر انه انا والله بدي اعمل ادخار معناته انا بدي احرم حالي ما اجيب الاشي اللي النفسي فيه لا مش هيك الصحف الادخار الادخار معناته الوسطية الاشي اللي له ضروري ولازم انا اجيبه بجيبه الاشي الرفاهيه اللي الزيادة هو هذا اللي ما له ضرورة نلاحظ من اهم المشكلات اللي بتلاحظني انه انا لما بدي اعمل عملية الادخار ما بحدد شو الهدف من عملية الادخار بصفن وانا بدي اجيب احوشها عشان انا اجيب دفتر اجيب كتاب اجيب لعبة ايشي يخطر في بالي معناته أنا ما حددت الهدف المنشود عندنا من عملية الادخار وإحنا منتذكر أنه الادخار يغطب ترطبات كله بالفئة العمرية إبني إيش بتساعد نطلع الأمور التي تساعدنا في التخلص من صعوبات الادخار أنا عشان أتخلص من الأشياء اللي واجهتني بالأول بحدد وبرتب الأولويات من خلال إيش؟ أنا بحدد الإشي المراد شراءه والمدخرات اللازمة لإله بدي أعرف أنه أنا هذا اللابتوب أو البلايستيشن أو أي إشي أنا بدي أشتريه معناته هذا إله حد ووقت محدد بدي أهميته في حياتي وين بيجي فيه؟ بيجي مهم ولا أهم؟ ولا عديم الأهمية؟ ولا وين بالضبط؟ المبلغ الذي يجب إدخاره بدي أعرف أنا قداش بدي أدخل أحط مبلغ بدي 100 دينار، بدي 150 دينار، بدي 150 على حسب أنا الإدخار اللي بدي آه أو الإشي اللي أنا بدي أحدده كيفية الحصول عندنا على المبلغ؟ هلأ؟ كيفية الحصول على المبلغ ما هي معروفة؟ يا أنا بدي أخذ مصروفي من أهلي؟ يا إما حدا بدي يعطيني إياها هدية؟ هذا راجع للمبلغ اللي أنا بدي أحصل عليه إنه أنا مصروفي بيساعدني أدخل مبلغ كبير ولا أدخل مبلغ صغير؟ وحكيناها إنه الإدخار بيساعدنا أو بيوصلنا عنا لمفهوم الاستثمار بني جي بنحكي فيه عنا أهداف الإدخار دايما الأهداف حكينا بنركز عليها ليه؟ لأنه تقسم إلى قسمين يا سابع دايما هدف قصير المدى وهدف طويل المدى هلأ شي علي قصير المدى؟ معناته أنا هدف بيحتاج عنا لأسابيع ممكن يحتاج يوم، يومين، أسبوع، ثلاثة، أربعة بس ما بتجاوز ننتبه على كلمة ما بتجاوز ستة أشهر لأنه قصير المدى بحققه أنا من يوم أو من أسبوع لستة أشهر فقط هلأ هدف طويل المدى؟ معناته أنا عارف إنه الهدف هذا تبعي بدي وقت طويل عشان أنا أقدر أجمع المبلغ اللي أنا بديها زي لما أنا بدي أشتي دراجة هوائية بدي أكتر من ستة شهور عشان أقدر أحقق أنا لحالي شراء هذا الهدف اللي أنا بديها بنيجي منتعرف عنا على مجموعة الأمثلة على الأهداف القصيرة المدى واحد شراء كتاب جديد نزهة عائلية نزهة عائلية دائما بتكون على الأغلب شراكة بس ممكن أنا أكون حواشتلي أجيب لي أشياء معينة حابب أنا تكون موجودة معاي في هاي الرحلة هدية لصديق ممكن هاي ما بتتجاوز ممكن نحكي من خمسة إلى عشر دلانير أنا باستطاعتي أجيب لصاحبي هدية معينة زي قنيت عطار زي فطبله ويكون مبسوط عنه نفسه فيه منيجي منحكي آخر شي من الأمثلة عنا على الأهداف طويلة الأمد أو طويلة المدى شراء دراجيها جديدة حاسوب جديد بلايستيشي لأنه هدولة الأمور بتحتاج لمبالغ مالية نوعا ما بنعتبرها إحنا شوية عالية وبتحتاج لوقت طويل عنا في عملية جمعها ومن هون إحنا بنحفز طلابنا على أهمية الإدخار إنه يشتروا فيها الأشياء اللي بتهمهم بشكل عالي منيجي آخر شي بنحكي أرجو منكم يا سابع حل صفحة 64 و 72 الدرسين يا سابع هم كتير سهلات أنا ربطتهم في بعض لإني حسيتهم هم عبارة اتنين مداخل لبعض أو مرتبطين مع بعض بتمنى منكم التوفيق يعطيكم ألف عام فيها